اه عندك اه اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجيشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو فقد حاجة غالية عليه اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكو عن بعض اه للبعض ممكن يكون هو مش يوثيبك او انت اللي مش يوثيبته يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يوثيب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها سحر اه سحر تفريق لان غير كده انا عندي مع انا شايف دول اللي كمين دول جنب بعض كده اه ممكن تكون دي فقط سحر يعني فقط سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتو متزاوديين اه ده هيكون للبعض طبع مش كلكم كل حد حادث بطاقتو حادث بنفسو هو فيه الحاجة دي او لأ آآ شايفة فيه بعض بسبب الطاقة التلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان بيحترمك الشخص ده وآآ آآ ولو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو لو الشخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلين جدا وبتعبه وبتلومه في جوة نفسك فالشخص ده حلين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ راحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني الطاق الساحب مرحاش بقراطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بريد دلوقتي وانا شايفة شايفة قراءة فبرضو كل حد يشوف السيناريو المنسج ليه آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ فيه بينكو تواصل روحي آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وآآ وشايف كبان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت بعيدت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعيدت يعني ما بقيتش موجود في حياتكو هقولوكو الابراج والطاقات الموجودة في طرع عبلمانسة شايفها معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج آآ آآ سور اسد قوس آآ آآ جوزاء آآ دم آآ سرطان عزراء حمل آآ برج الجابي ازايف برضو آآ آآ دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة لكن هنا بقى هقولك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غلبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هو روج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عنده شخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا آآ في عنده حزن بسبب رحيل آآ مش عارسة ليه حس يا برج الجازي انك انت اللي سبت ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني لكن شايفك انت سبت الصرف ده ومشيته الشخص ده حزين جدا آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين اي ان كان الصرف الثالث او بين ان هو يرجع او لأ آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكو اطفال آآ الشخص ده ممكن يكون مفتقد اطفال ولو انت لمعاك الاطفال وفيه اشتياء كبير ليك كمان آآ وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير آآ وفيه الشخص ده بيقعد يضعي ربنا كتير قوي انه تتقابله او انه آآ تكونوا مع بعض آآ آآ شايفة كده بشكل كبير قوي وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكو لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيها او فيه حاجة موقفة آآ في الوقت الحي آآ ده من ناحية آآ مشاعره النوايات جاهك او تجاه العلاقة انا شايفة الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او انهارت بينكو آآ فيه آآ آآ فيه كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله آآ او انك انت مسلا هديت كل حاجة وبوصل كل حاجة وديت ضهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لأي انتان الشكل الوضع اللي بينكو وديت ضهرك ليه وبعت آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في هديت المعبد على اللي فيه او حاجة كده آآ شايفة كمان آآ في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت الشخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب ده مناسب ليه كوي يعني آآ كمان شايفة في نوايا الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ فيه آآ فيه ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية فيه عنده طاقة سلبية ولو هو سيبك وراح لطرف تلك فهو معي آآ مربوط بآ بطاقة آآ سلبية آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ آآ الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السح موجود ممكن تسمعوه هيفيدكو كتير آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن تكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالت ده اي ان كان مين هو آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بان هو فقد حاجات غالية عليه شايفة فيه عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي ومفتقدك جدا آآ وشايفة مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج منه عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكي معيك وعاوز يقولهلك لكن الشخص ده مربوط ومش قادر آآ يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده في عنده في جوة مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مثلا او كده آآ دا للبعض مش ناس في الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة آآ دا لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بنادم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير آآ دا بالنسبة لنواياه آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه مختلفة او ايا كان لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ سفر بشكل كبير او ممكن يكون لبعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في السفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة فيه رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج وممكن يكون فيه حياته آآ زوجة تانية فعلة والشخص ده متألم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي ده ده سيناريو ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي آآ بسبب آآ رفض الاهل ده آآ شايفة في حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير آآ شايفة آآ الشخص ده محتار لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فآآ فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني آآ فشايفة الشخص ده نستني حاجة تحصل فضع حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله في حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزء فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض آآ شخص مسلا آآ كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلقة عالشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل بلوق للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة ثانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من ثلاثين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من ثلاثين آآ ده سن الطيع آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده دي حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وآآ وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو دي يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وآآ في فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمعه او العكس ممكن يكون ده حصل معاك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة في فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملتك راقة آآ بشكل عام لكل فئة البرج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تا آآ تميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تستحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدل ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها وتميزها او تدليلها آآ بحس انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستنيش ده يحصل من بره الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هادرت صحيتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير او تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها في شكل كبير ولا بعضكم في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطفية او الزوجية او وامور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجلس بالنسبة للعازلين ايه جاي في حياتك انت العازلين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة السولاتية برج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحملة ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريضي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من الواضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده اللي عندك دي انت كمان يا برج الجلس من الشخصيات اللي تيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وتحيتك ومتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك وفق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة آآ في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة التشفاء بشكل كبير يا برج الجادي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من قول وجديد آآ يا برج الجادي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ تلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عاذبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصتوك وكلكم طبعا وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضكو طبعا اللي مستني حمل او انجار فيه حمل وفيه انجار فيه سعادة بطفل تواق انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون من الثاني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية برج الجازية بتحاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية حاول تخرج نفسك لو انت فيه رفض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام دا كله فااااااا انت انتك بتاخدها من نفسك مش من الاخرين آآ فخلقي ده شوية ما يهمكش وكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وطرد الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك اه في الفترة اللي جاية لان انت دخل على فترة كويسة وبتثيب ماضي سيء على فكرة فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه اه بتخرج منه اه لحاجة افضل ان شاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبة شكرا لكم وكروة ان تهيز مدينة سيء لايكوشير وتتحقق